وأسعد باستضافة الفنانة نوال إيلول وهي مغنية للفن الأندلسي والطرب الأندلسي إن استطعت أن نسميها كذا صباح الخير نوال صباح الظهر شرفتين في ساعة الإخبارية الأولى بداية سؤالي الأول لك يعني اليوم أنا نعيش وقت صعيب فيما يخص الفن أصبح كل ما هو متداول في الأسواق وفي المواقع التواصل الاجتماعي لا نستطيع أن نسميه فن مجرد كلمات مع بعض الموسيقى وكلمات للأسف هابطة جدا أنت كفنانة للأندلسي وهذا الفن العريق والأصالة والحضارة ما هي الأسباب التي تشوفها أنت خلات الفن يرجع لنا نشوفه حينا اليوم أولا سؤالك شكرك على هذا السؤال نحن بالنسبة لنا لزنة أخيات أندلو نحن موضوعنا يختلف تماما على وشارة ووشارة نشوفه كيمانا كتقول انتايا في السوق أو في المجتمع التعنى وشام يسمعون لأن العلاقة التعنى بيننا وبين ترات الجزائري الموسيقى الأندلسية العريقة هو ضمير نخدمها بضمير وحب نحن بالنسبة لكي نحن بالنسبة لكي نحن بالنسبة لكي نشوفه نحن بالنسبة لكي نحن بالنسبة لكي نشوفه نحن بالنسبة لكي نحن بالنسبة لكي نشوفه بالمستمع المستمع أنا من غير أنا عندي غيرة كبيرة نسمع الشرقيين يكون الفنان يغني يدير تقنيات يدير دي تكنيك يدير خانات يدير يصفق له يغير أرد الفعل يكون أرد الفعل يكون قوي نحن هذه في الزائر ما عندناش صح مناش جات هذا أنا فو ماساين كران شوفه من المشكلة في النشر اللي ينشر هذه الأغاني وفي التسجيلات وفي الشركات موجودة أنا عندي فنان طيب حبيت نعرف أن عندك فنانة نوال الاندروسي أو الحوزي كثير ما اقترن بالتقاليد بالعادات الجزائرية بالثقافة الأصيلة ما علاقتكم انتومة بالتراث الجزائري هل هو علاقة لباس وأزياء راقية وجميلة ومزركة شعفون هم هو علاقة أكثر من ذلك علاقة التاريخ وعلاقة أصالع قلت لك أولا يجب أن تكون علاقة حب علاقة حب بينك وبين تراث اللي يكون عند الجزائري نعم علاقة الصوت مع هدك الستيل مع النوع الموسيقي اللي كح تؤديه علاقة المدرسة اللي تربيت فيها علاقة الانتواج لو كان نهضر على روحي أنا من المدينة القليعة المعروفة بالموسيقى الاندلوسية معروفة بالموسيقى الاندلوسيقى تربينا على هذه النغمة الاندلوسية وكبرنا معها أنا نعشق الفلن الاندلوسي ونحب تانيك اللي ستيل اللي ستيل اللي ستيل ونسمحهم ومعنديش مشكل يعني أنا متفتحة جدا معنش ايجي نسي با قانتخ المودنزازيان ايجي نسي با قانتخ الانوفاسيان قانتخ انا دجا من النوع اللي نحب نمد اللمسة جديدة بسك ما نقدرش نقوله بلي انا انا اندمي الكنز وانا ننتمي مية بالمية للقرن ما لنش عرف الاسبعتاش ولا قرن صحي صحي علاقة انا لازم لنكون تانيك ننتمي الجيل تاعي نعم وحتى في طريقة تسجيل زمان ودركاماش كيف كيف حتى طريقة التقنيات الفلشان سيبالا مام شوز بكري كانوا يغنوا بزي ودركاوزي اخر سيبالا مام شوز كل حاجة حتى البلاط وطوان لو تبدله ما كانوش هكذا بكري بان كل الوقت ويتبدل سي اتخذ اتخذ هكذا جميل طيب اخر سؤال لك نوال عطينا ممكن عندكم تظاهرات قادمة في قادم الايام متعلقة يعني ربما بالفن تاكم او متعلقة بالفن تانا عفوون او متعلقة باللباس اعطينا الاجندة تاك لجندة لقادم الايام ان شاء الله كان افنمان تاع اللباس التقديدي الجزائري وهذا كان شرف كبير لأنني نكون انا هي اللي حنمثل هذا الالبانمان يبارك فيك سيكون ان شاء الله انا عندي هو 28 29 وكينا 1re سمين تا فبري يتكون في الباس 23 بسحنا نكون 29 في شابتو تا الهتل رياض هذا الالبانمان تحت اشرف وزارة السياحة وزارة صناعة تقليدية وحرف هذا بشيكون enfin الابجكتف تا حد الالبانمان سيكون دو سيكون لتاك تنو 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 ماشي الجرواز سيكون الجريان حبير نحن نكون أنا وحن نكون ترقيق جميل نوال المغنية والفنان في أندلوسي أشكرك جزيلا شكرا على مشاركتك معنا في المباشر اليوم في الساعة الإخبارية الأولى نهار اليوم نتمنى لك التوفيق في مشوارك الفني وإن شاء الله الفن الأندلوسي يرقى لمصاف الفنون العالمية الكبرى وكذلك إن شاء الله يكون في الأسواق كما الأغاني الأخرى إن شاء الله نشكرك بزاف يوم مستعد ودهت شكرا لك أيضا على مشاركة معنا اليوم مشاهدينا الشكر موسيقى